خلينا بس نتكلم بكلام نكون صرحة فيه شوي فالسنة هنا ضرورية في النص القرآني فلما تيجي تتعامل حضرتك مع النص القرآني ما ينفعش الاكتذاء المشكلة هي الاكتذاء واحد يقولك ايه قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون محرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يُعطوا الجزيات عيادين وهمص يا سيدي انت لما تاخد آية زيدي شوف وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين طب يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يعني لماذا اخذت قاتلوا الذين لا اؤمنون بالله واليوم الآخر وما التفتش الى قوله تعالى ولا تعتدوا لماذا لم تلتفت الى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة لماذا تركت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك في أجير حتى يسمع كلام الله لماذا تعمدت أن تترك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ده نهاك أنك تشتمه يبقى حي أمرك أنك تستحل دمه وتقطع رئابته ده لو مشرك وما لو كان مسلم معك ومختلف معك في المذهب أو في الفكر يعني الحقيقة دول ناس اكتزأوا القرآن في آية ولم ينظروا إلى كافة المشهد زي قول من قال لك أن الآفة عند هؤلاء الناس كأنما يقيمون كل واحد منهم يقيم في جزيرة منعزلة عن الآخر وكل واحد يقف على هذه الجزيرة يظن أنه يملك العالم بأسره وهذه الكارثة ورب الكعبة أننا النظرة المكتزأ للنص القرآني هي التي أودت بهؤلاء إلى مرادية التهلك